اهلا للاخبار معكم. اه في الفيديو ده هتكلم عن اه كورس اسمه ال اي سي ال اس اللي هو اه كورس لنعاشك قلبي اه المتقدم تمام? انك ازاي تعمل لنعاشك قلبي في المستشفى او للطلبة اه في الكلات الطبية. تمام? تمام? الكورس ده بيكون من اه من موقع وممكن تاخده في الموقع نفسه. تمام? وبرضه اهلالك ازاي تاخده مججانا في الموقع. وممكن برضه اه تاخده في الفروع وسواء هنا او هنا في الفرع او في الموقع نفسه انت بتاخد كرنيه اه لعلى الكورس لما تاخده تاخد كرنيه اه صالح لمدة السنتين تمام? وبعد السنتين بتاخد الكورس تاني او بتجدده. تمام? وبرضو بتاخد شهادة اه معتمدة للكورس يعني كورس للشهادة واللي ايه? لي كرنيه. والكرنيه بيكون صالح لمدة السنتين. وده وده مهم ويثبات ان انت اه مؤهل ان انت تعمل لنعاش قلبي. تمام? تمام. طب ازاي نقضي الكورس ده. روح الاول حاجة اه لي الوصف او بتاع الفيديو ده على يوتيوب. رح له رح للوصف هتلاقي لنقل موقع. تمام? قد لنقل موقع معي. تمام? هراح له. بعد كده هنزل. اروح على كورس الاسي الاس. ودوس على اد تو كارت الاولانية. بعد كده روح اعمل ايه? بص. آآ ظهر لنا آآ تلات كورسات. انا عايز كورس واحد منهم بس. تمام? تمام. آآ بص انت تدوس على العلامة الاكس الاولانية. تمام? اللي هي جنب كورس آآ سي بي اار اند اي اي دي اند تمام? انت عندك تلات آآ تلات علامات اكس. صح? بقوا هنا علامتين. آآ في برضو العلامة برضو الاكس اللي جانب ايه? كورس البلاد بورن آآ باسو. برضوس عليه. اللي هي يعتبر هنا اول آآ علامة اكس. كده تمام. احنا الكورس ده اللي احنا عايزين ناخدهه خدناه كده ببلاش. تمام? دي روح نزلين. آآ انت لما كنتش مسجل في الكورس اللي فات او او مش مسجل في الموقع. فبتروح كاتب الفرست نيم واللست نيم وتأكد ان الاسم اللي انت بتكتبه هو اللي بيظهر في ايه? في الشهادة. فلازم يكون ايه? صح. اممكن آآ تكتب في الفرست نيم آآ اسمين او تلاتة. يعني اسم الاسم كنتا واسم الاب واسم الجد. وقدين اسم الجد الجد يبقى في اللست نيم عشان يبقى الشهادة فيها ايه? رباعة او سلاسي. وبعدين يعني بلد ايجيبت. والآ في حاجة اسم او او اكتبها تلاتين الف تلاتة واربعة صفار. والايميل ادرس. بس انت كتب ايميل الايميل بتاعها كنتا. اكتبه. واكتب برضو آآ الفون نمبر رقمك برضو اكتبه. بعدين تنزل تحت كده. تنزل تحت. تنزل تحت. بعدين تدوس على ايه? الموقع دروقتي بيحمل. انت دوشت وموقع بيحمل. تمام? اكواس خالص. الكرسي كده احنا خدنا. تمام? الكرسي ده احنا ايه? خدنا. تمام? دلوقتي انت بتعمل ايه? آآ روح على العلامة بتاعت الشخص اللي فوق دي. دوش عليها. تمام? وانزل سنة بسيطة. هتروح لقى ايه? هتروح لقى ان فيه كرسي انا اعتبر دخل فيه. مين هما? آآ الاي سي ال اس والبي ال اس. البي ال اس ده كان في اشتركنا فيه في الفيديو اللي فات. لكن الاي سي ال اس ده اللي اشتركت في دلوقتي. تمام? آآ الكرسي ده بتكون من تسعة واربعين آآ درس. تمام? وهي يعتبر دروس ايه? آآ في اللي منها فيديوهات وفي اللي منها كلام او مقال او مقال صغير. كتاعتين مسلا توبر او تلاتة. بيتكلموا عن حاجة معينة. وكرسي ليه هاند بوك كتاب. وليه برضو كتاب مسموع اللي هو ادي بوك. تمام? فليه هاند بوك تمام? عشان تاخد الكرس انت كده اشتركت فيه خلاص. انت عايز تقوله بقى. دوس على الكرس. تمام? من بعديها ايه انت? فيه تلات خطوات. بوه الكرس. اول حاجة ان انت تاخد الكرس انت الحاجات اللي فيه الدروس اللي فيه تذكرها. تاني حاجة بتامتحان اه امتحان كده خمس سئلة. اللي هو ده تست ده. بتاخدوه ده خمس سئلة. بعدين فيه اجزام بقى. ده امتحان الشهادة بقى عشان تاخدها وتاخد الكرنية. ده خمسين سؤال. اختياري وصحة وغلط. تمام? فانت عشان عشان تبدأ فيه الكرس فبتدوس على ايه? عشان تروح للدروس يعني. تمام? هتلاقي ان في فيديوهات وتلاقي ان فيه مقالات. تمام? مكتوبة. تمام? وبعد كده انت آآ حتى الدرس ده يعتبر بيقول لك ايه في الاخر. تمام? يعني فيه تكملة للمقال والفيديو. تمام? وبعدين في الاخر بتدوس على نكستلسن وبعدين بتروح للبعادية. والبعادية. لحتى مطالة تسعة واربعين او عادة دروس الكورس. سواء في الكورس ده او الكورس اللي فات. وبعدين بتروح بتامتحن الامتحانين. امتحاننا الخمس سئلة وامتحاننا الخمسين سؤال. وبعدين بتامتحن. الامتحانين دول بيطلع لك الكرنية وايه والشهادة. تمام? شكرا خالص مع السلامة.